النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحمام المحشي. نعمله بطريقة سهلة وبسيطة. ومن غير ما يتفك الناس اللي بتشتكي ان الحمام بيفرقع منها. الناس اللي بتشتكي ان الحمام بيتفكي منها والرز بيخرج في الشربة. انسوا بكلام ده خالص. شوفوا الطريقة بتاعتى يعملها بمنتهى البساطة. وكمان برز الحشو اللي هو الرز الجميل. اللي هو رز الخلطة اللي بتكبده والاوانس. في منتهى الجمال. ورز مفلفل كده وطعمه ومنتهى الجمال. تابعوني الاخر الفيديو متنسرش من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حباب قلب يا ربكم بخير. كل سنو انتم طيبين وبصحة وسلامة. ونعد عليكم الايام بخير يا ربو على كل حبابكم وكل اهلكم. آآ النهاردة ان شاء الله اول يوم رمضان. وده فطرنا اول يوم رمضان. النهاردة ان شاء الله هعمل الحمام. بصوا الحمام انا كنت عملته معكم قبل كده نظفته وزبطته وحطيته في الورق ده ووريتكم ازاي بنحتفز بيه ممكن يقعد بالشهرين او كمان التلات شهور في الفريزر ما يجرالوش اي حاجة بصوا انا هنا نطلعتم الفريزر وكنت حطه في الورق زي ما عملتم معاكم قبل كده اهم حاجة يكون ورق ابيض نظيف او ورق زبدة ما فيش ورق زبدة هاته ورق اللي هو كراريس الرسم بيبقى ابيض مفيوش اي كتابة ولا اي سطور انا هنا بصوا مخزنات بصوا بقول لكم ان هو بصوا مطلعه بصوا طاري ازاي طبعا في الصيف الجو دلوقتي بقى يعني الجو ابتدى يحرر غير الاول انا حطيته من الصحور هنا كده على الحوض اهو بالشكل ده يعني من بعد الفجر كده طلعته من الفريزر وحطيته هنا على الحوض فبصوا اهو معايا هنا بصوا قاعد طاري زي ما هو كأنك لسه دبحة يعني بصوا بصوا منظروا بصوا شكله جميل ازاي يعني كأننا لسه دبحة ياريت ما تنسونيش من اللايك بقول لكم ياريت ما تنسونيش من اللايك طبعا انا هدي الشطف السريع كده انا بتغسله وعملها نقعه في ملح ودقيق ولمون قبل ما احطه في الفريزر ياريت يا جامعة اي طيور اه بنعملها اي طيور عندنا اه بننقعها في المحلول ده قبل ما نحطها في الفريزر ملح ولمون ودقيق اصدر ملح ودقيق ولمون الثلاث حاجات دول طبعا مع مية اه وبننقعه نصيبه ربع ساعة كده وبعد كده بنشيله من المحلول ده بنشطفه كويس وبنحطه بنلفه في الورق بالشكل ده ونحطه في كيس وبنحطه ايه في قلب الفريزر بيقعد ممكن زي ما انتوا عايزين المدة اللي انتوا عايزين وبتطلعوا بصوا بتلقوا بالطاري بالشكل ده تمام كده هنا بقى هنعمل مع بعض الرز اللي هو بالكبد والاوانس والخلطة الجميلة دي الرز اللي هو ايه بنحشي بيه الحمال الرز ده بيبقى طعم مقطح فجربوه بنات بطريقتي ومش هتندمه بعمله منتها البساطة من غير بقى سكر ولا اضافت اي حجم الاضافات الغريبة اللي هما ايه بيعملوها هنا بصوا انا هقطع الكبد والاوانس بقطع في الاول الاوانس اهو بالشكل ده اقطع صغير بالشكل ده كده اهو بحطها في طبق الواحدة وبقطع برضو القلب بحطو مع الاوانس لان القلب برضو بيحتاج سوى شوية غير الكبد والكبد بقطعها برضو اهو بصوا معلش انا عندي وسواس بس لازم كل شوية اكشل الحاجة لازم تبقوا لازم النظافة يا جماعة ولازم اه الحاجات اللي هي اللحوم والحاجات اللي زي دي اهم حاجة فيها النظافة وتعقموا مكان ما بتغسله يعني انا الرخامة هنا غسلها ومنظفها ومعقماها ومعقماها بخل كمان تمام بصوا هنا بقى ده انا فرمت هنا بصلايا مع ارنفلفل احمر فرمت هنا طبعا في الكبه وهنا حطى مادة دهنية حطوا زيت حطوا سامن اه زيت وسامن اللي ريحكم اللي بتحبوا ايه تطبخوا بيه انا هنا حطى زيت اه اهو في الحال اهو انا هقلب دلوقتي البصل دلوقتي هبتدي حط شوية ملح وشوية فلفلسود وشوية كمون الكمون مع البصل يا جماعة جربوه بس هتلاقوا بجد اه بيعزز اه طعم البصل وبيدي ريحة حلوة قوي اه جربوه بس وياريت اه زي ما قلتكم ما تنسونيش من اللايك تمام كده اهو انا هنا هحط فلفل اسود واحط اه شوية كمون ادعو يا جماعة بالله عليكم النهاردة يعني طبعا اول يوم صيوم كده وياريت واحنا صايمين كده طبعا واحنا وقفين بنطبخ ده بيبقى اللي هو الوقت اللي قبل الفطار ممكن ساعتين اه ساعة ساعتين بنا بوقفين طبعا في المطبخ واحنا وقفين ياريت الزكر لسنة دايما راتب بذكر الله وياريت اه ندعي ندعي لنا والاخوان جميع البلاد المسلمين والمسيحيين ربنا يشفينا يا رب ويزح عنا الغمة ويبعد عن جميع جميع الامراض يبعد وربنا قادر يرفع البلاء بين لحظة والتانية بصوا انا هنا عايز اقول لكم بس حاجة انا هنا بدلت بالمعلقة الخشب عايز اقول لكم برضو على نصيحة يا جماعة بلاش السيليكون مع الحاجات السكنة لو تلاحظوا واللي جرب الموضوع ده وشاف لاحظ الحتة دي يكتب لي تحت في التعليقات اه المعلقة السيليكون ما بتقلبوا فيها بيها بصل او اي حاجة على السخن بتلاقوها بتطلع رغاوي كده الزيت بيطلع رغاوي غريبة كده ده بيبقى اه علشان السيليكون بيتفاعل مع الحاجات السخنة وده بيبقى خطر جدا على صحتنا تمام كده هنا بصوا انا هنا قلبت البصل لحد ما حمرت اهم حاجة بصوا تحمرة هول لون ده خلي بالكم ما تتحرقش بس تبقى محمرة حمرة بالشكل ده لو انتم عايزين الرز لونه احمر زي ما انا هتطلعه في الاخر او زي ما شفتوه في اول الفيديو لو عايزين اللون ده يبقى تحمرة البصلة بالشكل ده عايزينه افتح خلي البصلة افكح عايزينه اغمق غمقوش شوي بس خلي بالكم علشان بين الحمران بتاع البصل والحرقان يعني شعره خلي بالكم تمام كده انا هنا حمرته وبعد كده حطيت الاوانس عشان الاوانس بتاخد سوى شوية عن الكبت فبحط الاوانس وبقلبها شوية لحد ما احس ان هي نشفت من ميتها بزودها بقى شوية مية كده واسيبها اول ما بتغلي بهدي عليها النار وباسيبها شوية لحد ايه ما تنشف في المية بتاعتها اللي انا حطيتها دلوقتي بغطي عليها اهو وبهدي النار وباسيبها لحد ايه ما تنشف معي خالص بعد ما بتنشف بقى اهو بالشكل ده ببتدي بقى احط ايه احط الكبت تمام كده بصوا اهي اهي نشفت خالص دلوقتي بقى بحط الكبت الكبت ما بتاخدش طبعا سوا احنا عارفين آآ على هديها تقلبتين كده على ما هي تنشف آآ من ميتها بعد كده ايه بحط الرز على ما الرز بيستيوي كده بتكون الكبت اساسا استيبت اهو بصوا اغطي عليها الغطا حط عليها الغطا شوية لحد ما بصوا الكبت هحس ان هي نشفت من المية اللي كانت فيها مية اللي كانت فيها يعني نشفت. دلوقتي بقى احط الرز. رز طبعا احنا غسلينه كويس ومصفيينه. ده كيس رز يا جماعة. ده كيس رز. طبعا الرز اللي بيزيد احنا بنكله يعني. انا بحشي آآ باخد شوية كده للحمام. بحشي الحمام. والباقي بزوده ومية تاني. لان طبعا انا بخلي الرز بتاع الحشو ده نص سوى. نص سوى او تلت اربع سوى. زي طبعا ما احنا متعلمين من زمان من اهلنا يعني. آآ بعد كده بسوي الرز عادي وبناكله مع الحمام ببقى طعمه جميل جدا. اولادي بيحبوه جزي بيحبه اول. هنا طبعا في المرحلة دي انا قلبت الرز وبعد كده حطيت آآ الملح. الملح المزبوط كل واحد طبعا ملح حسب الرغبة كل واحد يحط ايه? على حسب آآ رحته يعني. في ناس بتحب الاكل بقى حادق. في ناس بتحبه يعني مزبوط. في ناس بتحبه دلع شوية كل واحد براحته. تمام? هنا قلبتوا كويس جدا. قلبوا الحد تقلبوا الرز. لحد ما تحسوا ان الرز سخن. سخن كويس جدا. اهو. وبقى بالشكل ده معايا. دلوقتي بقى بحطوله ايه? بحط بزوده مية مغلية. وبرضو خلي بالكم. خلي بالكم لما تزودوا المية ما تكتروش مية. خلي بالكم ان احنا لسه هنحشي بيه حمام ولسه الحمام هيدخل النار تاني يعني لسه الرز هيستوي تاني. فهنسوي الرز نص سوى. نص سوى يا جميع لان ده رز آآ رز اكاس اللي هو الكيس بيبقى كيلو يعني بصوا غير يعني انا مش قادرة فاهمها لكم ازاي بس هو الرز بتاعنا احنا الرز الوحات بيزيد بيزيد جدا. فبزود مية عادي زي ما انا عايزة يعني بزوده كتير. لانه بيشرب مية وبيزيد. لكن الرز اللي هو بنجيبه من المحلات اللي هو رز الاتياس ده رز المصري بمعنى اصح. يعني مش بياخد مية كتير. بصوا انا هنا طبعا هزوده نص سوى. هسوين نص سوى هزوده مية اهو. بالطريقة دي. وخلي بالكم ما تقلبوش في الرز كتير برضو الناس اللي هي المبتدئة. حبيبي بناتي اللي هما لسه بيتابعين الصغيرين اللي هما قدي اسرق بنتي دول اللي بيبقى السنوية والكلام دول. ده اللي لسه بيتعلمه. خلي بالكم اه ما تقلبوش في الرز كتير. هنا الرز استوى خلاص. الرز هنا نشف يعني مش استوى استوى نص سوى. دي المرحلة اللي انا عايزة فيها الرز. بيبقى معي اهو بالشكل ده. هوريه لكم دلوقتي. اهو بصوا بيبقى بالشكل ده. بيبقى لسه حبيته ناشفة لسه. تمام كده? طبعا انا اول عايزة اقول لكم ان انا اول ما بزودوا الرز ما بقلبش فيك كتير. بديت تقليبك كده وزي ما شفتوني كده بعمل كده علشان ايه? ما ما يطلعش النشا بتاعه ويبقى ايه معجل معي. هنا بقى الحمام انا هنا طبعا اه شفتوا في اول فيديو ان انا غسلته بعد ما اطلعته بالفريزر تاني. هنا بقى حطيت عليه ملح وفلفل اسود وبدعكو كويس من برة ومن جوه عشان يبقى ايه? حيء كده جميل. تمام? هنا بصوا بقى ده طريقة الحشو. برضو البنات اللي هي لسه بتتعلم. الناس اللي هما برضو بيشتكوا فيه سلطات كتيرة بتشتك انه ما بتعرفش بتحشي الحمام بتخاف ان هو الحمام آآ بيفرقع منها وبيتفك منها وكده. اهم حاجة يا جماعة الفتحة بتاعة الحمام بتبقى صغيرة زي ما وردتكم في الفيديو بتاعة التنظيف. انا هسيب لكم فيديوهات بتاعة التنظيف انا عاملها على جزء ايه? هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت. هسيبه لكم في المربع اللي بيبقى فوق الدايرة اللي تبقى البيضة اللي فوق. تمام? كده? هنا بصوا انا بحشي اهو غلي بالكم. انا حشيت اللي هي الزور بتاع الحمام. اهو بالشكل ده زي ما شفتوني. اهو وانتم بتحشو بالشكل ده اهو. بلاش تكبسوا جامد. وانتم بتحشو بلاش تكبسوا جامد. حطوا الرز كده زي ما انتوا شايفيني كده بكل سهولة وبساطة بصوا اهو بيتحش بكل سهولة وبساطة اهو لو حشيتوه بالشكل ده هيبقى سهل جدا معكم مش هيفرقع ولا اي حاجة انا بشوف الناس بتحشي الرز تحت الجلد حلو جدا يا جماعة بس انا بحشيه بالطريقة دي وبيعجبهم بيبقى في منتهى الجماعة ما جربتش الصراحة الطريقة ان انا احشي ايه تحت الجلد وبحط اللجناح كده من ورا بصوا الحمام بقى شكلها جميل كده ايه وعاطفي بصوا شكلها كده تتاكل الاكل يعني لو فاضوا اهم حاجة الرز كويس من الحمام بحيس ان احنا بنيجي نحمره ايه من الرز ده ده ما يتحرقش معنا تمام ما ينزلش في الشربة وبرضو الشربة ايه بيبقى شكلها وحش انا هكمل الكمية هنا ايه وارجع لكم اهو بصوا خلاص خلصت بقى الحمام دلوقتي اهم دول ست حمامات خمس حمامات على قدنا وحمامة ايه بديها لسلفتي بديها وحش شكل ده دلوقتي بقى هعمل ايه هبتدي اطبخ الحمام هوريكم برضو طريقتي في الطبخ بتاعت الحمام انا هنا بحط مش بسلق مش بسقطه مية مغلية مش بحب كده يا جماعة انا بحب اي لحوم اي يعني اي دواجن يعني او اي طيور احمرها الاول غير اللحمة اللحمة برضو بديها ايه تشويحة كده على الناشف لكن مش بحط لها زيت ولا سمن ولا اي حاجة الا لو حعمل صنية حاجة هنا طبعا حطيت زيت مع حتة زبدة مكعب زبدة صغير او زيت بس او زيت مع سمن اللي يعجبكم واللي تحبوه وبحمر فيه الحمام بالشكل ده وبحط له طبعا ملح وفلفل اسود وبحط ايه فصوا توم بفعصوا كده وبحطوا لو عندكم توم مكروم حطوا ايه نص معلقة اهو بصوا بحط التوم اهو دلوقتي وبردو ارن فلفل كده تقطعوه زي ما هو كده بتقطعوش الفلفل يعني وتقطعوه ولا تفروم ولا تعمل الحاجات دي لأ اه ارن فلفل كده وتقطعوه الصين وبردو ترمؤ مع مع الحمام بيدي تعمل الشرب ده وبردو البصل بحطه بزي ما هو كده البصل بردو بحاله يعني اهو بصلتين صغيرين صغيرين كده بالشكل ده وبعدين انا هنا غالية مية قبل ما ببدأ احشي الحمام بحط المية دي على النار بحيس ان انا بروح مزودها ايه للحمام بس هقول لكم على حاجة تانية خلوا برضو الحمام ايه بقى على ظهر وهو بالشكل ده والاهم بقى الخطوة الاهم انكم ما تكتروش المية عليه علشان الشربة يبقى طعمها حلوة يا جماعة يعني ما تكتروش مية او تغطوا الحمام بالمية لأ خلي الشربة برضو ايه متوسطة بصوا اهي دلوقتي خلاص اهو قرأ بيستوي معايا دخل في السوا انا بقى بختبرو بختبرو ازاي برضو البنات اللي هي ما مش بتعرف الطيور استوت ازاي بصوا يا جماعة بنقطع الجنحة اهو اتقطع معي بكل سهولة كده خلاص بقى استوى وياريت ما تنسونيش من اللايك هنا بقى انا حمرت الحمام بصوا شكله بسم الله ما شاء الله بجد فضلوا معانا دفترنا النهاردة طبعا اه عملنا اقدار عملنا سلطة اه عملنا العصير الحاجات دي كلها كل سنة انت طيبين وينعاد علينا الايام بخير يا رب وربنا يكشف عنا الغم يا رب ويبعد عننا وعنكم كل شر ويبعد عن جميع الناس اجمعين مسلمين ومسيحيين يبعد عننا جميعا كل شر ويبقى يجعل يا رب شهر رمضان علينا شهر خير يا رب يا رب احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته